اشتركوا في القناة 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 أو حد هيقدر يديني أكتر في الموضوع ده أو متخصص ليه لا الناس بتسمع له أكتر طبعا طب أنت إذن خليكي تعملي بودكاست يعني ما فكرتش ليه مثلا أنت تعملي برنامج على السوشيال ميدي بصي البودكاست دلوقتي مش هقدر أقولك أنه هو موضع لا هو انتشر في مصر طبعا وانتشر في مصر في السنة دي بالزيت يعني كتير ولما أنا بدأت ما كانش فيه بنا كتير عاملة بودكاست دلوقتي الموضوع انتشر أكتر أنا دلوقتي بقى لي ستة شهور تمام فاخترت لي بودكاست علشان هو ده اللي جاي علشان الناس حباه هو ده مستقب نعم الناس حباه حباه علشان إحنا على طبيعتنا جدا وعالكنا بقى وعالكنا بقى وبيننا قعدة ويلا بقى نرسل الحاجات اللي عندنا وحباه علشان الشباب تسمع أكتر علشان محدش بعايز يسمع اللي هو إيه اعمل كذا ومتعملش كذا أنا مش بنظر على حد أنا بفتح الموضوع زي زيكم وأنا قاعدة عايزة أعرف أنا كمان طب إيه الحال خصوصاً الشباب عماتة لما بيحسوا أن اللي قدامهم بينظر بيحسوا أنهم مش عايز يسمع بينفر بالظبط بينفر نفر شديد يعني وعايز شوف حاجة حصلت شبهها لحد تاني فيستفيد سمعني قصص بالظبط أنا ممكن نجيب حد عنده قصة ممكن نجيب حد هيفيدني في أي حاجة بس كمان ممكن نضحك ممكن نهزر ممكن مفيش قيود فبالتالي المشاهد اللي بتفرج علي حسس إيه دي ناس عادية هي زي إيه مش بعيدة عنه فبيسمعني أكتر بس إزاي كأنه قاعدة صحاب قاعدة شيلة مع بعض فده اللي بيفرق طيب أنت بتقولي أن أنت بتختاري الضيف على حسب الموضوع اللي أنت هتتكلمي فيه الأول صحيح بتختاري بقى الموضوع على أساس إيه وهل أنت اللي بتكتبي الموضوع لوحدك ولا لا المعاية تيم طبعا تيم وريد طبعا يعني بوجه له التحية لأن بصراحة ما فيه حد بشتغل واحده طبعا وما فيهش حد هينجح أو البروجيكت بتاعه هينجح لوحده مظبوط لازم التيم بتاعك يبقى حابب أصلا البروجيكت بتاعك عشان ينجحهم إنما ماينفعش أن أنا أختار ناس وخلاص أو ناس مش حبة مش فهمة هاي دي حبة إيه أو حبة توصل إيه فالحمد لله بنسبة كبيرة جدا كلهم عندهم نفس المشيب بتاعتي طبعا فيه ناس بتساعدني كثير شغلاني فيه حاجات كثير شغلاني عايزة أحط الاسباط عليها فبقول لهم والله يا جماعة أنا الموضوع الفلاني شغلني إيه رأيكم واعد أسمع أنا لازم أسمع أنا لو ماسمعتش وقلت رأيي بس أبقى فشلت لأن الدنيا كلها مش هايزي واللي هيسمعني مش هايزي ولا عاداته ولا تقاليده ولا فكره أنا لازم أسمع من هايزي ومن ريهام ومن غرها ومن هنا ومن راجل ومن ست ومن شابه ومن كمير أنا لازم قلت صدقيني لا طبعا إيه التواضع ده إيه التواضع ده بس طب هايزي إيه أكتر موضوع أتكلمتي فيه وحسيتي أنه هو عمل مشاهدة كبيرة جدا على البودكاست في علاقة الحمى بمرأة ابنها ده ده مدين الموضوع اللي دايما كده طبعا سبايسي ما بتنتهيش يعني خلاف بصي ما بينتهيش بس الحمد لله كان المثال كويس جدا هم وعلاقتهم بصراحة لطيفة جدا وما فيهاش تمثيل ولا ادعاء أي حاجة بينا كنا بنبين العلاقة الصحية بقى يا جماعة النفوقه هي دي الحمى السليمة اللي تتعامل ومتدخلش ودول برضو مرات الابن اللي تحترم حماتها مثال إيجابي يعني بالزبط أنا ما بحبش بصراحة أجيب السلبي وأعد أعاية جنبه لأ طب ما فيه إيجابي كتير ولو جبت السلبي هبقى عايزة أطلع برضو بإيجابي للناس بس برضو أتكلم شوية عن البودكاست ده أي حلقة؟ الحلقة بتاعت الحمى الطيبة الجميلة الإيجابية اكتشفنا إنه لا يا جماعة آه إدوا إدوا لولاد مساحتها الحمى تدي لابنها ومرات ابنها مساحتهم أنت استضفتي الحمى والزوجة الزوجتين مش فهم مرتات أولادها الاتنين آه اتنين عندها ولدين متجوزين فأنتي جبتي مرتاتهم وجبتي الحمى آه أوكي جبت الثلاثة خلص بقى عارفة علشان ما أتكلمش على لسان حد أوكي فلا بصراحة يعني الثلاثة قالوا إننا أتكلمنا بقى في موضعها مختلفة أنا مش جاي أقول لهم آه أنتوا علاقاتكم حلوة والله وبرافو لا أتكلمنا بقى على علاقات السيئة رأيك إيه طب رأيك إيه في الحمى اللي بتتدخل طب رأيك إيه في المرات الإبنة اللي ما بتحترمش حمتها طب إيه أصلا نوعية الحدود اللي نحطها طب جوزك لو فيه مشاكل هو اللي هيبقى محتاس في النص نعمل إيه ونعمل إيه تفرجوا بقى عليها طبعا وكمان أكتشفت إن أي حاجة طبعا ليه علاقة بالراجل والست لا بتنتهيش طبعا أكيد كان فيه برضو حلقة مع دكتور نرمين البحيري عن دور الأدوار اللي بدلت مين المسؤول بقى في تبادل الأدوار ده مين مين يا طرح طبعا 50-50 الست عليها دور والراجل على دور هنا إحنا غلطانين في حاجات والراجل هنا غلطان في حاجات الست لازم تبطل إن هي تبقى فيه أسلوب لدية وإن أنا زي زيك لا الست طبعا نجحة وبتشتغل وبتعرف تعمل كل حاجة لكن برضو قدينه ومساحته وقدينه إن هو يحس إن هو الراجل للبيت وبيقرر معاكي مش أنت مش معتبره والتفاصيل دي وبرضو الراجل مش معنى إن الست نزلت واشتغلت ونجحت وقت شايلها بقى كل المسؤولية صح مسؤولية الأولاد ومسؤولية الفشل والنجاح وكل حاجة لا تشاركوا مع بعض ولكن إيه بقى اللي كانت شغليني في الموضوع ده قبل ما أجيبها إن أنا حاسة يا جماعة فين تقت القنوصة وفين تقت الزكورة الدنيا بهدلت أيو صح إحنا بقى مع الحياة لأ إحنا مش عارفين نعمل إيه متلغبطين يعني فكان لازم زبط زوايا فبصراحة دي حالة مهمة جدا 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 حتى لينا إحنا كشباب إحنا مش عارفين نتكلم مع بعض يا ريهام صح إحنا مش عارفين نتكلم مع بعض كشباب لأنا عارفة أتكلم مع الشاب بطريقة حلوة تدير وضعه ولهو عارف الديني وضعي وضعك فالدنيا تشقلبت طب هايدي قوليلي أكتر باكاست عملتي وحسيتي إن هو أثر فيكي أنت شخصية بصي أنا من الإجابة دي عارف حاجات كتيرة قوي ففركزي أثر فيها في استسهال الطلاق وأولاد الطلاق دي كانت حلقة ودي كانت حلقة كده أنا عارفت حاجات كتيرة قوي آه آه طبعا أنا لا ولا متجوزة ولا عندي تجربة ولا أي حاجة ولكن بشوف بشوف مقاسي يعني بشوف أنه يا جماعة حرام يعني أنت بتبقي حب باسمين دول كانوا حلقتين حلقتين منفصلين مع ديوف مختلفة تماما لكن استسهال الطلاق مثلا كانت مع الأروبة ولاء عبد الرحمن ولاء عبد الرحمن دي سكر هي كأنها زي الأم بالضبط كالأم الخالة حدا قريبك يعني شكرا جبتاش تبقى قريبة من الناس طبعا اسمعوا يا بنات بقى ترى أنتوا كنتوا بتعملوا إيه زمان ها ما كنتش بتطلقوا بسبب وإحنا ليه كلنا أغلى بالجيل متطلق عفك إيه قوليلي إيه قالت كتير قالت كتير قالت كتير ما ينفعش نقف على الوحدة أنا مش هاخد الباكيج 100% ولا هو هياخدني 100% لازم هو يعترف أن أنا هيبقى فيه نقص وهو كمان هيبقى فيه نقص التعديل دي على فكرة مهمة جدا في كل العلاقات مش شرط اتنين متجاوزين حتى صحاب بين الصحاب بين الأهالي بين الأهالي تقبلوا بعض بين الولاد وأمهاتهم أو الأبهات وولادهم يعني صح أن انت تعدي دي حاجة مهمة جدا ما ينفعش للي هو تبضل يوقف على الوحدة تخنوقي نفسك وتخنوقي للي قدامك هتبقي محبطة طول الوقت هتبقي محبطة هتبقي مثل أني هي حاجة من للي قدامك هو مش هيقدر يديها لك بس فالحلقة بقى المكملة لها أولاد الطلاق إن إحنا للأسف برضو أغلب الجيل بعد ما خلاص قرر الانفصال فبيبقى فيه كده حاجات لطيفة كده مسؤولة مننا قطعة واقعة مننا يعني هي الأطفال مفيش مش زنباء حاجة فعايزين بقى كنا نعرف إحنا مش بنبكي على الأطلال يعني ولا أي حاجة بس قوليلي جبت ست فاضلة يعني سكر برضو وهي مارب بالتجربة وعندها بنتين وكانت طريقتها وكتابتها للبوست وكلام ده كله ممتعة جدا وقفت عندها لأ تعالي أنت عملت كده إزاي عارفة فكرة بتنقلك فكرة الست المطلقة اللي عارفة بقى خلاص تفصل هي بتتعامل مع طالقها اللي ده أبو لدي أنا عملت اللي عملت خلاص ده ده كان اختياري دي مسئوليتي ومسئوليتي على أولادي أن أنا أقدم لهم أب بأحسن صورة ما ينفعش أشوه صورتهم طبعا ما ينفعش أعود أول ده ما ينفعش أحرمه منهم خصوصا نساعد كثيرة جدا واسمعنا كلام ده من دكاترة نفسيين كثيرة جدا أن أحيانا أحيانا لو الاتنين فعلا مش عارفين يعيشوا مع بعض خالص بيكون صحي أكتر للطفل أنهما يشوفش أهله 24 ساعة بيتخنقوا و24 ساعة في صوت عالي في البيت و24 ساعة في ندية في الكلام ده مش حاجة برضو حسيحة للطفل حلوة جدا عشان كده الطلق متاح طبعا فإحنا بنكلب بقى فيه ما بعد نتعامل إزاي مع الطفل ده عايزة سوي عايزة مبسوط عايزة سعيد لأن إحنا بنشوف فعلا حالات طلقة كثيرة جدا وميكون الطفل فعلا طلع سوي أكتر من اثنين عاشوا مع بعض وكان فيه بينهم مشاكل كبيرة جدا جوا البيت طب بتفرق في إيه بقى يا ريهام أكيد الطريقة اللي ربه بيها الأب والأم طبعا أنا هتفق معاك على إيه طب إحنا عملنا كده وده الطفل ده هان ربيه إزاي لازم أعيشه مع أجواءه مثلا مع والده في العيد أحسسه أنه لا لازم هنخرج مع بعض هنتصور الطفل بريء جدا طبعا عارفة قريك لي جملة هي أصلا لمستها من بنتها قلت لي داية تقوي بعد الجملة دي أنا دايما كنت بقول لبنتي أنت لكي أنت محظوظة أنت عندك حياتين حياة مع بابا وحياة مع ماما قلت لي بس أنا عايزة حياة واحدة يعني شوفي الأطفال الأطفال جواه مشاعر يا جماعة وأذكاء وبيفهموا إحنا بنعتقد أنهم لأ يعني مطرح ما هنحطهم هيتحطهم لأ طبعا مش في سن مش في كل عمار يعني طبعا طبعا طيب إحنا هنغش منك شوية علي من الحلقات بتاعتك أكيد تفتكري إيه هو السبب الخلاف بين الرجل والست تديهم لي في بوينز هقول لي مش لازم حاجة واحدة مثلا ممكن تقولي واحد اتنين تلاتة اربعة فوجة نظري أنا هايدي هايدي شايفة أنه في خلل كبير جدا في الأدور عشان كده أنا نقشت دا في حلقة شايفة أنه الرجل مش عارف يحترم الأنسة اللي قدامه يديها وضعها شايفة أنه للأسف أغلب الأمهات ما ربتش أولادها إزاي يعملوا الست الست دا لأنه نحن نشوف برضو أمهات كتير ويمكن هو ده بتهيق لي من وجهة نظري أنا بيأثر جدا في حياة الشاب لما بيبتدي يكبر أنه هو بيشوف أن الأم بتعمله كل حاجة ماما بتطبخه وماما بتشتغله وماما بتوصله وماما بتزاكله فهو بيبتدي يحس أن الست دي هي المسؤولة أنها تعمل كل حاجة صحيح وإحنا غزبا عندنا كأمهات عايزين نعملوا كل حاجة الأم برضو معزورة طبعا هي عايزة توفر لأولادها سواء ولد أو بنت عايزة توفر لهم حياة مريحة فهي شايفة أنا بهم أبخوا أمها بس أنت بقى بابا قدر هي دي الفكرة برضو أغلب البنات بقى اللي في سننا برضو يا حرام هم من كتر ما عايزين يدافعوا عن نفسهم عارفة الديفنس أنا عايزة دافع ما تجيش علي اوعى تكون فاكرة أنا سهلة فمعرفش إيه اوعى إيه اوعى إيه لا أنا قادرة لا أنا عاملة لا أنا منخفها طبعا أنا المخرج بتاهاي دلوقتي على فكرة في الإير بيس قال لي طب هو كده أنتم متحملين جدا أنا على الرجال لا ما أنا بقوله أهو قولي يا حايزة أهو قولي يا حايزة لسه بقوله البنت برضو غلط أن هي طول الوقت عايزة تدافع تهو لسه ممو ما عملكيش حاجة هو لسه على فكرة لا جرحك ولا خانك ولا أهو ولسه بيخبط الباب ليه أنت بقى متحملة متحملة لا البنت بقت متحملة برضو البنت مش عارفة يا حبيبتي إيه تقوله أنا عايزة منك واحد واثنين وتلاتة واربعة عايزة ما تجرحنيش عايزة بالطريقة عايزة كذا 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 فبتدافع أنا هجومية جدا أنت قصدك الطلبات اللي هي لها علاقة بالمشاعر ولا الطلبات اللي هو أنا عايزة واحد واثنين وتلاتة واربعة للجواز والفرح هم بياخدوا راسق قائمة كده ويطيروا هم أنت مش نفعيني حسنا بشوف أن فيه حاجات ما بتتقلش يعني المشاعر دي مش المفروض حد يطلبها آه فبحس أن لقوا البنت حست أن خطيبها أو جوزها ما بيدلهاش المشاعر دي مش المفروض أنها تطلبها يا بتحصل يا ما بتحصلش خطيبها أو جوزها معنا كان إحنا عدينا مرحلة الايه التعارف وحبينا بعضه والكلام ده كله إنما في البداية أنت لما بيلاقيكي كده بينفر والعكس أنت كمان بتبقى خايف لا هي تبقى قوي عليك فبرضو كل الطرفين بينفروا خشوا في الخطوبة مرحلة أصعب طبعا كل واحد عايز يثبت للتاني حاجة الجواز أصعب وأصعب بس أنا شايف حاجة شايفة بصراحة أن الجواز بريء من كل ده طبعا الجواز بريء يا جماعة الجواز مرموش أي علاقة باللي إحنا عاملينه ده ولا أي خلافات فكرة كلها إن إحنا كشباب مش عارفين قصلا يعني إيه جواز إحنا مش عارفين يعني إيه أنا أبقى مسؤولة عن راجل وهفتح بيت أنا مسؤولة عنه عايزة منظم وهادم وهو كمان طبعا مسؤول عنها وهو كمان مش عارف يعني إيه مسؤولة ست وعائلات يا جماعة إحنا منتجوز عائلتين كتير قوي بيقولوها بس محاج بيفهمها لازم أفهم الأطراف العائلة دي عايزة إيه مني أنا كزوجة وهو كمان يفهم أنا عائلتي محتاجة منه إيه عنصر الاحترام عنصر الاحترام ده أنا بشوفه مجرد ما وقع للأسف بيقع حاجات كتير جدا وراء جدا مهما عفرنا طب تفتكري هو إحنا دي مش فاهمين يعني ليه الرجل والست أنت بتقولين موضوع بسيط جدا والجواز بعيد بعد تام عن كل وجه الدماغ ده والموضوع بسيط ليه محدش عارف يتعامل وليه نيسا بالطلاق زادت برضو في رأيي المتواضع جدا أن محدش علمنا أو أهو إحنا شباب أهو عايزين بقى مفروض بقى قبل ما نيجي نتجاوز أسقف نفسي أشتغل على نفسي أشوف إعيوبي اللي طول عمر أهلي مثلا بيقولوا هالي اشتغلي عليها وصحابي ما ينفعش أن أنا أبقى شايفي أن أنا وأن أنا ما فيش حاجة هتتصلح هو اللي يصلح من نفسه هو اللي يعمل والعكس أنت كمان اسمع الناس قلت لك إيه قبل كده في شخصيتك مش عجبهم إيه فيك مريح وإيه فيك مش مريح أفهم من أمي مثلا أو من يا جماعة ده لايف كوتشز يعني ما خلوش أسمع ده هم حتى كمان بيقدموا محتوى هم مجانا عشان الناس اللي بتتريق وتقول أنا عشان أروح استشارة لايف كوتش هدفع مليون ألف جنيه هدفع فلوس يعني مبلغ وقدره لا هم بقوا يعيني عملين يواعوا يواعوا الناس فاسمعوا بقا أفهم أستشير يا جماعة طب قبل ما اتجاوز فهموني أنا دخل على إيه إيه نوع المسئولية طب هو هيحتاج من إيه أنا مفروض أعمل إيه في الخلاف في الخلاف مهمة قوية طبعا لازم ثقافة الخلاف أصلا مش عندنا أو مش عشان معممش يعني بس في ناس عندهم مليصبع طبعا في ناس لا في ناس كتير جدا في الخلاف بتتحول بتتحول صح وبالتالي الناس اللي بتتحول دي بينتج عنهم مثلا الأطفال فطلع فبقى شوف هي المعركة اللي بتحصل كرسة طبعا فليه كل ده طب ما أنا أفهم من الأول أنا دخل على إيه زي ما انت رايحة متحان هينفعت وقولي الله متحان يلا أنا كده كده بشطرتي ومجهودي أو لو انت بتعرفي تكلمي أو مفوهة شوائتين هكتب لي كلمتين وهنجح غير اللي واخدرت خصوصي أو من غير مركز في الفصل بيسمع بيشوف المعلومات وبيشوف النوتس وبيكتب وبيسأل وبيروح وبييجي ده عمره ما هي السواب ده صح عشان كده أنا مثلا أنا مقررة أن أنا ما عنديش مشكلة خالص مع الجواز وعلى فكرة بغض النظر عن التجارب السيئة اللي احنا بنشوفها ليل ونهار أنا شايفة كل واحد وتجربته شايفة أن أي بنت ما تتعقدش ما تتعقديش لسه في أمل طبعا طبعا أنا من سنهم وأنا عارفة هو وبقولك أن غصبة عني أنا أصلا لما هشوف على السوشيال ميديا المشكلة بتفاصيلها الست كبالي جوزها عمل فيها إيه وحمتها عملت فيها إيه وأولادها تشردوا وإحنا جماعة محملين بحاجات كتير مشاكل مش بتاعتنا أصلا ده غير إن احنا كم نشوف الجروبز بتاعت الستات والبنات اللي على الفيسبوك دي تخنق تخنق يعني أنا مش بأذر أنا بيطلع لي حاجات على الفيسبوك تحسسني إن ده نهاية العالم إن خلاص بقى كده مفيش حاجة حالة ومفيش أمل بين الرجل والسك ومفيش رجل حالة ومفيش علاقة تنفع وعلى فكرة لو جاوزتي هتطلقي ده لو جاوزتي أصلا هو الموضوع كئيب جدا 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 ومش معترض أن يبقى في مشاكل بتتحط على السوشيال ميديا على الجروبات دي إن الناس تناقشها ويدوم حل سليم مع الناس اللي تستاهل إنها تقول رأيها في المشكلة بس زي ما بتحط الوحش حطوا الحلو كم حطوا الحلو ما هي دي الفكرة إنه محدش بيقول أو مثلا غصبا عنه برضو مش هيحط الناس الحلوة سكتة يعني خلاص هم مش شايفين عندهم مشاكل فقعدين في بيوتهم بس حبابي فيه 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 كتير إنما أنا بقى كالنا هشوف كل ده ليل ونهار 24 ساعة مش هبقى معبقة صح بالزبط كده إيه دي المشكلة في وجهة نظر المتعاضعة بصراحة وأنا مش هقرر إن أنا أدخل فيه علاقة مع حد علاقة جواز غير وإنا عارفة إن هو كمان شغال على نفسه زي ما أنا اشتغلت على نفسي طمع وده أسلم حاجة بالزبط لأن أي علاقة بين اتنين هي فافتي فافتي مش حاجة اسمها الرجالة أوحش ناس ولا ستة أوحش ناس طمع طيب أي حد بيتفرج علينا دلوقتي وعايز يبتدي يعمل بودكاست طمع تنصحي بإيه أنصح وخلي عندك هدف معين حاجة معين عايز توصلها ماينفعش أن أنت يبقى عايز تقدم حاجة وخلاص أو كل حاجة وخلاص أو كل حاجة وخلاص صح عمرك ما هتجمع كل المعلومات عن كل حاجة يعني أنا مثلا ماليش في الرياضة ماينفعش أعمل بودكاست الرياضي أو مثلا حد معي تاني يسندني يعمل حاجة الرياضية جنبي لا أنا في وجهة نظري لازم حد فاهم كويس قوي في اللي هو بيعمله وفي التوبيكس اللي عايز يناقشها وهيطلع بإيه من البودكاست ده ما أي حد دلوقتي هيفتح من غير البودكاست أو لحاجة هتفتح فيديو هتصور هتقول حاجة معلومة الناس هتتبعك لو أنت بتقول حاجة كويس حاجة مفيدة الناس آه بتتبع ساعات الحاجات اللي هي الفاني أو اللي ماليش فايدة أنا ما عنديش مشكلة على فكرة القامضي برضو محتوى مهم على فكرة وبيخلي الواحد موده حلو بس فيه تفاهات بقى وفيه حاجات اللي هي أصلاً ما لاش أي تلاتة لازمة طبعاً موجودة على السوشيال ميديا وكلمنا ده في حلقات كتيرة جداً حدش يدرين كده بس على قد القامضي لسه محتوى محتوى مهم كمان انت تختار بقى الناس هتشوفك ليه بزرط بقى هو التافه بيتشاف أو المحتوى اللي تافه زي ما بنقول بيتشاف بس بيتشاف ليه هيتشافه خلاص هيتنسي إنما المحتوى اللي انت فيه حاجة من جوك عايز توصلها هتتشافه هتفضل معلم عند الناس أنا تشافت عشان كذا بس ده ضروري جداً ضروري ويشتغل طبعاً مع تيم مع تيم حبه بنسبة وهم حبين أو شايفين نفس الفجن الحتة اللي انت رايحة هم شايفينها ماينفعش أبداً تشتغل مع الناس مش فاهمة انت عايز إيه مش محددين أولوياتكو مش فاهمين طب ها مش واسقين فيك انت مش واسق في نفسك كفاية لا لازم توصل رسالتك لكل الناس عشان تتصدق يعني الناس قاسكا منها مافيش هايزي انتي يعني نورتيني النهاردة أنا ببسوط أنا حسن أنا جيت قعدت على الكنبة بس عالكراسي بتاعت لا انت لازم تنوريني بقى على الكنبة بجد بجد نورتيني وبسطة قوي 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 معاكي النهاردة وحسن الوقت عدت بسرعة جداً معاكي وأنا كمان والله بجد يعني بسطة قوي معاكي يعني انتي أمر حبيبتي عالي وشرفت اللي جيت لي وأنا كمان بسطة قوي انتي كنتيني معايا النهاردة برسي يا حبيبتي شكراً وبكده تكون خلصة حلقة النهاردة نشوفكم إن شاء الله الأربعة جاي في نفس المعين باي باي اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة